حال يجوز أكل محمد القنفذ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فالقنفذ اختلف العلماء في جواز أكله على قولهم منهم من يرى أنه حرام لأنه مستخدث وفيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حديث أن ابن عمر سئل عنه فقال خبيثة من الخبائث أو أمي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقوم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكل خبيث إنه حرام ومن العلماء من يرى أنه وباح لأن الأصل الإباحة في الأطعمة إنما دم الدليل على تحريمه قالوا ولم يخبت دليل في تحريم القنفذ ويكون حلالا قالوا ولم يقصد